السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد ازايكم حبايب يوميات أسرة على قد الإيد يارب كونوا كلكم بخير ايه رأيكم بقى في الترطاية الحلوة اللي قدام حضراتكم دي ترطاية سهلة وبسيطة عملناها من الكيكة الإسفنجية سهلة وبسيطة ومقدرها سهلة وما كلفتناش اي حاجة كل حاجات بتاعت الزواء دي والزينة حاجات يعني مش بفلوس صراحة يعني بخمسة جيني من كل نوع بتقدر يتزوائيها وتطلعيها بالشكل ده نيجي معنا دلوقتي المقادير بتاعت الكيكة الإسفنجية معنا عشر بضات عشان دي صينية كبيرة من الصغيرة ومعنا كوباية او مج كبير سكر وكوبايتين من الدقيق وبيكن بودر واتنين فانيليا دلوقتي اول حاجة بنعملها بنفصل العشر بضات السفار عن البيض بنحط السفار في بولا لوحده والبيض في بولا لوحده طبعا انا بفصله بأيدي احن حاجة على السفار علشان ما يتكسرش منك هي كف ايدينا ان انت تنزل السفار على ايدك وما بين صابعك كده بتعدي منها البيض دي احن حاجة واسهل طريقة للبيض انها تتفصل معاك بسهولة اهي بنحط السفار على كف ادينا كده وينزل البيض ما بين صابعنا وبتعدي خالص ببقى سهلة وبسيطة الطريقة دي بنضرب بقى البيض بتاعنا مع نص كمية السكر هو مج سكر او ممكن اللي بيحب مسكر شوية يحط مج ونص بتقسم كمية السكر نصها مع البيض ونصها مع السفار بالتدريج بقى بتحط كل شوية جزء من السكر عشان يدينا القوام الجامد كده بتاع البيض خلصنا خلص درب البيض ووصل للمرحلة اللي احنا عاوزينها ان انت تيجي تقلب البولة كده ما فيش حاجة تتقلب معاك فهي دي المرحلة اللي بنقف عندها في البيض دلوقتي بقى خدت بقية السكر مع السفار وضربته زي ما حضرتك شايف حطيت البيكن بودر ورشة ملح على الدقيق كوبايتين من الدقيق عليهم باكو بيكن بودر ورشة ملح بننزل بالراحة على الدقيق وطبعا بنكون ملخيله منخيلينه مرتين قبل كده لازم عشان ندخل الهوى بتاعنا في الدقيق علشان يدينا نتيجة حلوة للكيكا بتاعتنا بنفضل نقلب بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده علشان خطر الهوى اللي احنا دخلناه في السفار وفي البيض ما يخرجش تاني طبعا بنقلب بالراحة بس انا هنا مسرع الفيديو عشان خطر وقت حضرتكم بس بننزل بقى بناخد بقى جزء من البيض وجزء من السفار وشوية من الدقيق مش بنحطه كله مرة واحدة يعني شوية اهو من البيض ونقلب بالراحة اهو بنفضل ناخد بقى بالتدريج كل شوية ناخد من البيض ونقلب بالراحة ونحط شوية دقيق ونقلب بالراحة برضو انا بقلب بالراحة خالص انا بس مسرع الفيديو علشان خاطر الهوى اللي دخلناه في البيض ما يروحش مع التقليب السريع اهو بنفضل نقلب شوية دقيق وشوية بيض ما شاء الله بص الفوم معنا قد ايه طبعا اه كتر على البولة فحطتهم بقى كلهم على البيض في البولة كبيرة وبنفضل نقلب بالراحة خالص لحد اما البيض بتاعنا يختفي في وسط الدقيق والبيض والسفار وبكرر انا بقلب بالراحة ببطء شديد بس انا مسرع الفيديو اهو لحد اما البيض اختفى خالص عشان هو طبعا اللي بيديني الفوم بتاع علو الكيكة الاسفنجية دلوقتي انا دهن الصينية بتاعتي وفرشة فيها من تحت ورقة الزبدة وبنزل بقى الخليط بتاعي كله ايه وبحرك بس الصينية كده حركة خفيفة طبعا وانا شغالة كان الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة مية وتمانين بتتحط في الرف اللي في النص بمجرد يعني خمسة وتلاتين دقيقة بتبقى بالشكل ده بنطفي عليها وانسيبها شوية ما نخرجهاش في الهواء على طول عشان خطر ما تهبطش مننا مرة واحدة يعني ما ندهاش على طول صدمة انها هتطلع من سخن السائع نطفي عليها وانسيبها شوية وبعد كده ممكن تحطيها فوق البوتاجاز من فوق علشان يعني تدخللها الحرارة بالروح لان لو طلعتيها على برا على طول او حطيتها على رخامة سقعة بتهبط منك الكيكة خلاص هي انا عطتها حقها في انها تبرد وبردت مني خالص دلوقتي انا قسمتها بالنص زي ما حضرتك شايفة كده وبسمنا ما شاء الله طلعة طارية وهشة وجميلة عملت لها شربات شربات خفيف يعني مش مش شربات تقيل علشان بس ازقيها بي بقعد بالفرشة بقى اللي معايا اوزع كده الشربات قادي الكريم شنطيه بتاعي معايا مسلا ربع كريم شنطيه بفضل انزل عليه بنص مج متلج لبن متلج او مية متلجة ومعلقتين من السكر البودر عشان يسكروا عشان انا بجيبه اللي هو كريم شنطيه الخامل مش مسكر وده بيبقى احسن بكتير من اللي مسكر وانت حطيله بقى ديفيله معلقتين تلاتة سكر بودر واضربيهم بالمضرب هيبقى بالنتيجة دي لبن متلج بس اللبن بيديله تطعيمة حلوة وممكن لو معندكش لبن تستغني عنه وهو يعني الربع كيلو بياخد زي نص مج او تلاتة اربعة مج بس من المياه السقع او اللبن المتلج بس طبعا بعد ما زقتها بالشربات وحطيت الكريم شنطيه عملت طبقة كريم شنطيه بس في النص ورشيت شوية فورما سيه وبعدين غطيتها تاني هي حاجة بسيطة بنفرح اولدنا بحاجة بسيطة ما هيش يعني حاجة يعني مش عطينها حقها في التكلفة قوي بس هي برضو ايه على قد الايد بقى الحمد لله بنغطيها كلها بالكريم شنطيه طبعا كل الحاجات اللي احنا بنستخدمها للزواء دي بتيجي من عند اي محل بيبيع مستلزمات الحلواني بتلاقي عنده كل حاجة لو كل حاجة جبتي منها انا والله فعلا انا جايبة كده يعني من كل حاجة بخمسة جنيه كل حاجة حتشوفيها معي يعني الفورما سيه ده بخمسة جنيه الفواكه المجففة بخمسة جنيه الشوكولطاية الكبيرة دي السودا بخمسة جنيه يعني يعني ما شاء الله عاطيني كمية حلوة والله وجايبة منها الابيض برضو بس ما نفعش ان انا حط ابيض على الابيض ما كانت شاهد بان برضو بخمسة جنيه وفورما سيه الوان بخمسة جنيه يعني ما شاء الله من كل حاجة بخمسة جنيه والله انا زوات الكيكاية دي وتفضل عندي باقيت كل حاجة من باقي من كل حاجة وده كان ربع كريم شانتين مش اكتر من كده اهي ما شاء الله زي ما حضرتك شايف هي هي كده لوحدها مش محتاجة حاجة تاني بس لازم نكمل لها برضو بناخد بقى الفورما سيه الغامق ده بناخده من الحروف كده بنشتغل طبعا على طبق لان كل اللي يقع يقع معنا جوه الطبق اهو هي طريقة سهلة وبسيطة للبنات الصغيرين اللي لسه بدقين يتعلموا يعني ابسط حاجة في زوائك كما هيش يعني فيها افتكاسات او فيها حاجة صعبة تصعب على حد انها يعملها يعني هنزود شوية فورما سيه عشان نكمل الجزء ده اهي وتعاملت كلها وباقي الفورما سيه ده رجعته تاني مع شوية الباقيين ادي الفواكه المجففة وزعتها كده فوق الوردات بتاعت الكريم شنطي بقيت احط في واحدة وواحدة علشان التاني هحط فيها الشوكولاتة الكبيرة السودا ايه الشوكولاتة دي برضو والله بخمسة جنيه وجايبة اللي زيها البيضة برضو بخمسة جنيه وكفت وتفضل منها برضو ايه اهي ماشاء الله وعندي كست الفواكه المجففة كلها زي ما هي فطبعا عدت راشراش بقى حاجات عندنا ايه ما هي وبالزيادة ماشاء الله فحنوديها فين فقعدت رش بقى فواكه مجففة فوق الوجهة فوق الوجهة بتاعة الترطوية كده بسمنا ماشاء الله بقيت زي ما حضرتك شايفاها ايه رأيك بقى في الحلقة والجمال دي وحاجة سهلة وبسيطة ويما كلفت ناش حاجة خالص وعشان تجيب ترطوية بالحجم ده من بره مش اقل من 200 جنيه ماشي حبيبي تقلبي لو عجبك الفيديو ما تنسنش في اللايك والشير والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته